اهلا بكم مع كايرو دار وهنكمل برضو موضوعنا الفصل التاني في منهجنا منهج المنطق وهنكمل الكلام عن الاستدلال التجريبي والاستقراء كنا تكلمنا قبل كده على تعريف الاستقراء وانواع الاستقراء وانا استقراء تام وانا استقراء ناقص تكلمنا على لمن ينصب الاستقراء وشوفنا ما بعد ان العلماء الغربيين الاسم وفريقين فريق الاريستو فريق البيكون وبعدين قلنا فيه حضرات تانية سامت فيه الاستقراء زي الخضرات البابلية والخضرات المصرية والخضرات الاسلامية وتكلمنا بعدك على الاستقراء عند ااريستو والاستقراء عند بيكون وتكلمنا على خطوات الاستقراء التقليدي بدأت بالملاحظة والفرض والتجربة والتعميم النهاردة هنتكلم على الاستقراء العلمي المعاصر او المنهج العلمي المعاصر بمعنى احنا اتفقنا على مبدأ اللي هو ايه ان الاستقراء ده منها خاص بالعلوم الطبيعية هل انا دراستي للعلوم الطبيعية من قرن او من اثنين او من ثلاثة زي دراستي للعلوم الطبيعية النهاردة اكيد لا بمعنى في تطور وفي تكنولوجيا وفي فكر وفي ازدهار وفي حضارة وفي وفي الاخير صحك او لا عشان كده النهاردة انا بدرس ظواهر جديدة ما كنتش بدرسها زمان بدرز ظواهر جديدة ما كنتش بدرسها امتى زمان زي مثلا زمان كنت بتكلم في الاستقراء على حديد بيتمدد بالحرارة صحك او لا النهاردة زويل بيديني جزء من الزمن اللي بيتم فيه التفاعل الكيميائي ظاهرة حديثة ظاهرة جديدة فبالتالي الاستقراء القديم الاستقراء التقليدي ما ينفعش اشتغل به النهاردة فعشان كده النهاردة في منهج علمي معاصر او فيه استقراء معاصر لم يكن المنهج الاستقراء التقليدي هو الصورة الوحيدة التي تحقق كل المتطلبات العلم الحديث امال ايه اللي حصل حصل تطور في العلوم الطبيعية زي الفيزياء في الفترة الاخيرة دي في القرن الاخير تطور كبير جدا عشان كده اصبح المنهج الاستقراء التقليدي غير كافي غير كافي لدراسة الظواهر الطبيعية زي الفيزياء بقى عاجز ان هو يتماشى مع هذه التطورات عشان كده انا النهاردة محتاج لمنهج جديد هذا المنهج الجديد يختلف في الخطوات والنتائج وهنتكلم بالتفصيل على الخطوات والنتائج دي يعني الخلاصة ان النهاردة انت بتجاي تتكلم على استقراء معاصر وكان في الاول في استقراء تقليدي طيب تعال نشوف موقف الاستقراء التقليدي وموقف الاستقراء المعاصر من مفهوم السبابية ومفهوم الحتمية بمعنى لما نيجي نسأل نيوتن نقول له لماذا سقطت التفاحة هيرد عليه ويقول لي عشان الجاذبية لما نسأل العالم الثاني نقول له لماذا تمدد الحديد يقول لي عشان الحرارة يبقى معنى كده ان الشغل القديم الاستقراء التقليدي كان بيعتمد على سؤال وهو لماذا تحدث الظاهرة لماذا تحدث الظاهرة والاجابة هتبقى ازاي هنا على السؤال دوات والاجابة تكون بذكر السبب يبقى معنى كده ان الاستقراء التقليدي كان بيوافق على مبدأ السببية كان الاعتقاد السائد حتى اواخر القرن الماضي ان القانون العلمي قانون سبابي وكان العلماء يجيبون على سؤال لماذا تحدث الظاهرة وتكون الاجابة بذكر السبب عشان كده بيكون السبب ده هو تفسير الظاهرة يقول لي في الامتحان حدد موقف الاستقراء التقليدي من مفهوم السببية يقول لي في الامتحان صح وغلط الاستقراء التقليدي رفض مفهوم السببية اقول له لا تقليدي كان موافع على مفهوم السببية طيب تعالنا نشوف بقا هالاستقراء المعاصر هيبقى ليه نفس الموقف ونفس الرأي في مفهوم السببية لا الاستقراء المعاصر اتخذاء موقفا متخالفا للاستقراء التقليدي بمعنى خلاص الكلام بس الاول كده عشان فهم تقليدي وافع على المفهوم السببية انما النهاردة الاستقراء المعاصر رفض مفهوم السببية الاستقراء المعاصر رفض مفهوم السببية عارف ليه في الاستقراء المعاصر انا بدر الزواهر انا مش قادر افسرها بلماذا بمعنى العلم النهاردة بيدر الزواهر لم يتوصل الى اسباب هذه الزواهر عشان كده هيغير السؤال من لماذا تحدث الظاهرة بتاع الاستقراء التقليدي هيغيره وخليه كيف تحدث الظاهرة يبقى معنا كده ان السؤال تغير في الاستقراء المعاصر اصبح كيف تحدث الظاهرة ليه لان اسباب الظاهرة بقت غير معروفة ام تحصل الكلام ده بعد ان تقدمت العلوم الطبيعية خاصة علم الفيزياء كان من الصعب تفسير الظاهرة بسؤال لماذا تحدث الظاهرة عشان كده بيقوله السؤال تغيره بقى كيف تحدث الظاهرة بس خلي بالك من حاجة إيه هي؟ إن العلماء المعاصرون لم ينكروا السببية في كل القوانين ولكنهم أنقروها في بعضها فقط العلماء المعاصرون لم ينكروا لم يرفضوا السببية في كل قوانين العلم ولكنهم أنقروها في بعضها فقط في بعض من هذه القوانين أقدر أفسروا بالسببية إنما في بعض تاني في جزء تاني ما ينفعش أفسره بالسببية بفسره به كيف تحدث الظاهرة أو بالوصف وليس به التفسير يبقى معنا كده إن الاستقراء التقليدي وافق على مفهوم السببية إنما الاستقراء المعاصر رفض مفهوم السببية طيب تعال برضو نشوف موقف الاستقراء التقليدي والاستقراء المعاصر من مفهوم اسمه الحتمية طيب مش أنا لسه أقل من شوية إن الاستقراء التقليدي وافق على مفهوم السببية وافق على مبدأ السببية آه خلاص مدام بيوافق على السببية يبقى لازم يوافق على مبدأ الحتمية بمعنى أنت قلت لي إن للحديد هيتمدد قلت لي السبب عشان فيه حرارة طب قادي حرارة وقادي حتة حديد هعمل كده حتماً حتماً حتمية هي لازم الحديد يحصل له تمدد يبقى مدام الاستقراء التقليدي وافق على قانون السببية وافق على المبدأ السببية فلابد أن يوافق على مفهوم الحتمية إنما تعال نشوف بقى الاستقراء المعاصر لا ما وافقش على مفهوم الحتمية ليه هاجم العلماء المعاصرون مبدأ الحتمية العلماء في الاستقراء المعاصر رفضوا مبدأ الحتمية إمتى خاصة بعد تقدم العلوم الطبيعية بعد تقدم الفيزياء تقدم الفيزياء عارف عمله في مبدأ الحتمية زعزع هز من هذا المبدأ ما بقاش ليه أخدام ثابتة على الأرض العلم عشان كده بنقول أن الاستقراء المعاصر لا يهدف إلى سياغة قوانين حتمية ولكن يهدف إلى سياغة قوانين احتمالية طب ما نعرف الكلام ده من الاستقراء ما زي ما شرحنا قبل كده قلنا أن قوانين العلم مالها ترجيحية ليس لها صفة الصدق اليقيني يبقى خلاصة الكلام أن الاستقراء التقليدي وافق على مفهوم السببية وبرضه وافق على مفهوم الحتمية إنما الاستقراء المعاصر رفض مفهوم السببية ورفض مفهوم الحتمية يبقى التقليدي كان القانون فيه سببي حتمي إنما المعاصر كان القانون فيه وصفي واحتمالي يقول في الامتحان وضح موقف العلماء المعاصرون من مفهوم السببية أو حتى مفهوم الحتمية أكتب المعلومة زي ما سمعتها مني من شوية طيب تعالنا نتكلم على نقطة جديدة في درسنا النهاردة وهي الاستقراء والاستنباط في المنهج العلمي المعاصر إيه ده بقى استقراء واستنباط اللي اتنين بقوا مع بعض فين الكلام ده في المنهج العلمي المعاصر بمعنى بالعقل كده وبالمنطق ينفع النهاردة أي عالم لما يجي يدرس ظاهرة طبيعية يديني قانون من غير ما يعبر عنه بطريقة كمية ما ينفعش تخيل كده زويلا ما كتب الفيم توسانية القانون بتاعه الشهير ما استخدمش فيه لغة رياضية ما استخدمش فيه الاستنباط ما استخدمش فيه لغة كمية هل ده اسميه قانون علمي؟ لا طبعا يبقى معنى كده إيه أن المنهج العلم المعاصر بيجمع بين الاستقراء والاستنباط وخلي بالك المنهج التقليدي ما كانش فيه استقراء واستنباط كان الاستقراء التقليدي استقرائي خالص بينما الاستقراء المعاصر يجمع بين الاستقراء والاستنباط يعني ايه كلمة الاستقراء التقليدي هو استقرائي خالص يعني كان بيقوم على ملاحظة وتجربة فقط لا غير إنما النهاردة في الاستقراء المعاصر لازم جنب الملاحظة والتجربة طبعا معهم التعميم عبر عن هذا القانون بكميات ومقادير رياضية عشان كده بقول كان المنهج التقليدي استقرائي خالصا ولم يستخدم الاستنباط ولكن تقدم العلم أدى إلى إعادة النظر في الاستنباط الرياضي فكان لابد من استخدامه فيه دراسة العلوم الطبيعية بجانب الاستقراء فظهر المنهج العلمي الجديد الذي يجمع بين الاستقراء والاستنباط وطبعا ده فرق ما بين الاستقراء التقليدي والاستقراء المعاصر ان الاول استقرائي خالص والتاني استقرائي واستنباطي طيب انت عارف كده ايه الفرق ما بين التقليدي والمعاصر هو في الخطوات فقط بمعنى أهم ما ترأى على الاستقراء المعاصر هو ترتيب الخطوات بمعنى اول خطوة في الاستقراء المعاصر هتبقى الفرد السوري اتنين ترتيب النتائج التي توصلنا لها من خلال الاستنباط الرياضي تلاتة تحقق من صحة النتائج عن طريق التجربة وي الملاحظة ايه ده ايه ده ايه ده ده الخطوات ديت فرد ترتيب النتائج وبعدين التحقق من صحة النتائج ما كانتش موجودة في الاستقراء التقليدي طب ما تيجي نفتكر التقليدي كان ماشي ازاي برافو عليك واحد ملاحظة اتنين فرد تلاتة تجربة اربع تعميل النهارده بقى اشوف الاستقراء المعاصر بيبدأ بايه واحد يبدأ بالفرد السوري اتنين اعمل ترتيب للنتائج اللي انا توصلت لها من خلال الاستنباط الرياضي تلاتة اتحقق من صحة النتائج التي توصلنا لها من خلال التجربة وي الملاحظة طب ما تيجي بقى نتكلم على مقارنة ما بين الاستقراء التقليدي والاستقراء المعاصر بالتفصيل هتكلم في اول جزء في المقارنة من حيث الخطوات مقارنة بين الاستقراء التقليدي والاستقراء المعاصر من حيث الخطوات استقراء التقليدي كانت اول خطوة في الملاحظة اتنين الفرد لو في التقليدي واحد ملاحظة اتنين فرد اه انا حافظ الكلام ده ومذكره قبل كده تعالوا شو بقى النهارده في الاستقراء المعاصر انا مش هبدأ بالملاحظة لا انا هبدأ بالفرد يبقى مين رقم واحد في الاستقراء المعاصر؟ الفرد يعني الملاحظة لم يعود لها الاولوية ادي اول فرق استقراء التقليدي يبدأ بالملاحظة انما الاستقراء المعاصر يبدأ بالفرد خلي بالك من حاجة عشان كده انا بسمي الاستقراء المعاصر اسمه الاستقراء الفردي لانه بيبدأ الاول بالفرد اتنين الفرد في الاستقراء التقليدي بيشير الى كائنات واقعية ومحسوسة لا مش فاهم الجملة دي يعني اين الفرد بيشير الى كائنات واقعية ومحسوسة بمعنى اديك مثال مش انا من ساعة لما اتكلمنا مع بعض على الاستقراء عمالين نقول حديد بيتمدد نحاس بيتمدد المونيوم بيتمدد مزوك او لا اه مش الفرد دوت حاجة واقعية موجود في الواقع وحاجة انا شايفها او لا اه فاكرين التجربة زمان نكون بنعملها زمان بتاع الحديد بيتمدد بالحرارة نجيب الكرة الحديد ونخطها في الحلقة بتعدي اساخن الكرة الحديد ديت وبعدين احطها في الحلقة مش عايز اتعدي يبقى معنى كده ايه حديد انا حصل له ايه تمدد اهي حاجة واقعية وانا شايفها بعيني محسوسة ده الاستقراء التقليدي الفرد يشير الى كائنات يعني اشياء واقعية ومحسوسة عارف بقى النهاردة في الاستقراء المعاصر الفرد بيشير الى كائنات واقعية بس غير محسوسة دي بقى اللغبطة دي ازاي حاجة واقعية بس غير محسوسة اقولك ازاي زي الضغط الجوي موجود فى الواقع ومش موجود موجود اه بس انا مش حاسس بمعنى انا مش حاسس ان في ضغط على كده فيه لما بعمل ايه كده مش حاسس ان في ضغط صحيح اولا اه بنيش الضغط الجوي زي حركة الالكترون حركة الالكترون بمعنى كل الحاجة اللي حوالك دي مليانة الى الكترونات راحة جاية راحة جاية استنى كما نرى فين مش شايف حاجة بس هي حاجة واقعية يبقى معنى كده ان الفرد في الاستقراء التقليدي بيشير لكائنات واقعية محسوسة تخضع لإدراك الحسي انما الفرد في الاستقراء المعاصر بيشير إلى كائنات واقعية لا تخضع لإدراك الحسي خلي بالك من حاجة انا ملتش لخطوطين بس التقليدي يبدأ بالملاحظة وبعدين الفرد معاصر يبدأ واحد بالفرد يعني الملاحظة لم يعد نها الأولوية اثنين في التقليدي الفرد بيشير لكائنات واقعية تخضع لإدراك الحسي انما في المعاصر الفرد بيشير لكائنات واقعية لا تخضع لإدراك الحسي تالت نقطة معنا في المخاربة من حيث الخطوات بنقول ايه بنقول ان في الفرد في الاستقراء التقليدي مستمد من الملاحظة حاجة بديهية ومنطقية انا بلاحظ عشان افرد اول خطوة في التقليدي كانت الملاحظة وبعدين الفرد أنا بلاحظ عشان أحطه في رود تعال بقى أشوف في الاستقراء المعاصر لا الفرد مش جاي من الملاحظة اللي الفرد هو كان رقم واحد صحيح كده ولا أه الفرد مستمد منين قال الفرد مستمد من نظريات علمية سابقة الفرد مستمد من نظريات علمية سابقة طب أديني مثال عشان أكون متابع لك وفهم من نقطة دي كويس في عالم اكتشف قانون معين اللي هو أن عمود المية بيمارس وزن وضغط على الأشياء عمود المية بيمارس وزن وضغط على الأشياء يعني كلمة عمود عمود في الفيزي يعني أنبوبة شعيرية ليها طول معين لما العالم يملى الأنبوبة دي مية فعلا أن العمود ده بيمارس وزن وضغط على الأشياء الراجل العالم ده أثبت القانون ده واستخدمناه في النظريات العالمية جي بعد كده عالم تاني اسمه ترشيلي قال إيه طب ما هو كده يا جماعة زي ما عمود المية بيمارس وزن وضغط على الأشياء بالمثل يبقى عمود الهوى برضه بيمارس وزن وضغط على الأشياء يبقى الكلام ده اللي يلغبط هوى بيمارس وزن وضغط على الأشياء هتديك مثال بسيط جدا زي الميزان بتاع الدهب لما تيجي نخش عند الراجل بتاع الدهب تلاقيه حاطة الميزان في صندوق إزاز صحيح تلاقى ليه حاطته في صندوق إزاز الموازين بتاعت الدهب دي بنسميها موازين حصاصة يعني أبسط حركة فيها ممكن تأثر في المؤشر بتاعها يزيد أو يقل أو معرفش إيه يبقى معنى كده فعلا إن أنا لو جيت فوق الميزان بتاع الدهب دوت وعملت كده حركة قوية مسكت ورقة وعملت شوية هوا جمدين كده هلقى فعلا إن الهوى ضغط على الميزان وخلاه يديني قراية معينة يبقى فعلا عمود الهوى بيمارس وزن وضغط على كل أشياء هاول تاني النقطة ديت من الأول في الاستقراء التقليدي قلنا إن الفرد مستمد من الملاحظة أنا بلاحظ عشان أفرض إن من في الاستقراء المعاصر الفرد جاي منين من نظريات علمية سابقة وخدنا هنا مثال اسمه إيه العالم ترشيلي افترض إن عمود الهوى بيمارس وزن وضغط على الأشياء كما القانون السابق عليه أو اللي علم قبليه أثبته إن عمود الميا بيمارس وزن وضغط على كل أشياء نقطة جديدة في المقابنة بتاعتنا بنقول إيه؟ أنا في التقليدي في الاستقراء التقليدي عايز أعرف الفرد بتاعي صح أو غلط؟ أنا حطيت فرد معين؟ عايز أعرف صح أو غلط؟ بجرب على الفرد حديب يتمدد بالحرارة؟ هات حتة حديد وجنبها نار حرارة؟ شو بها يتمدد ولا؟ دي هنا تجربة يسمعها طريقة مباشرة لاختبار الفرد إيبا كانت وسيلة اختبار الفرد في الاستقراء التقليدي هي التجربة يسمعها طريقة مباشرة إنما في الاستقراء المعاصر أنا بختبر نتيجة الفرد بختبر نتيجة الفرد وخلي بالك أن نتيجة بتاعتي بعبر عنها من خلال الإستنباط الرياضي بعبر عنها من خلال الإستنباط الرياضي بيسمعها طريقة غير مباشرة دمومنبوك specified اللي هذه المقارنة نرجعها مع بعض بسرعة بقارن ما بين الاستقراء التقليدي والاستقراء المعاصر من حيثه الخطوات الاستقراء التقليدي قلنا يبدأ بالملاحظة ثم الفرد انما المعاصرو يبدأ بالفرد يعني الملاحظة لم يعود لها الأولوية عشان كده اسمه استقراء فردي وبالمناسبة ممكن أسميه استقراء سوري استقراء سوري اتنين بنقول أن الفرد في التقليدي بيشير إلى كائنات واقعية محصوصة تخضع الإدراك الحسي إنما الفرد في الاستقراء المعاصر بيشير إلى كائنات واقعية لا تخضع للإدراك الحسي زي ما قلنا مثلا حركة الإلكترون أو حتى الضغط الجوي ثالث نقطة قلنا أن في التقليدي الفرد مستمد من الملاحظة إنما في المعاصر الفرد مستمد من نظريات علمية سابقة وخدنا مثال قلنا كما افترض ترشلي أن عمود الهواء بيمارس وزن وضغط على الأشياء في التقليدي بختبر الفرد بطريقة مباشرة اللي هي التجربة إنما في الاستقراء المعاصر أنا بختبر نتيجة الفرد وبعمبر عن نتائج بتاعتي من خلال الاستنباط الرياضي آخر نقطة معنا في المقارنة بنقول هقارن ما بين الاستقراء التقليدي والاستقراء المعاصر من حيث القانون في الاستقراء التقليدي بنقول إيه إن القانون بيفسر ظاهرة واحدة بيرجعها إلى أسبابها قانون بيفسر ظاهرة واحدة بيرجعها إلى أسبابها إنما في الاستقراء المعاصر أنا القانون بتاعي بيحاول أن يفسر عددا من القوانين العلمية التي سبق التوصل لها يقول في الامتحان فرق بين خطوات الاستقراء التقليدي وخطوات الاستقراء المعاصر نكتب المقارنة زي ما شفناها مع بعض تعالوا نشوف مع بعض نقطة جديدة ونقطة مهمة جدا 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 في الفصل الثاني بتاعنا وهو الاستقراء بعنوان الاستقراء والعلوم الإنسانية في الأول بس أنا عايزة أفهم يعني إيه كلمة علوم إنسانية واضح من اسمها هي العلوم التي تجعل الإنسان مادة بحث لها يعني هي العلوم التي تدرس الإنسان علوم بتدرس الإنسان زي علم النفس وعلم الاجتماع وعلم السياسة وعلم الاقتصاد والأنتربولوجي كل هذه اسمها علوم إنسانية هي العلوم التي تجعل الإنسان موضوع لدراستها عارفين العلماء كان رأيهم إيه حول هذه العلوم الإنسانية العلماء إن أسموا فريقين بمعنى فريق قال لي أن العلوم الإنسانية هي علوم مستقلة بذاتها ليه؟ لأن الإنسان ده ظاهرة فريدة حاجة شازة كده لوحدها عن أي حاجة العلوم الإنسانية هي علوم مستقلة بذاتها فريق التاني قال لي لا العلوم الإنسانية تدخل من ضمن العلوم الطبيعية ليه؟ ما هو الإنسان جزء من الطبيعة يبني كنا عندي كم رأي العلوم الإنسانية؟ رأيين لا أولاني بيقول لي هي علوم مستقلة بذاتها إنما الرأي التاني بيقول لي أن العلوم الإنسانية جزء من العلوم الطبيعية يقول لي هنا في الامتحان حدد المقصود بالعلوم الإنسانية موضحة موقفة منها أكتب تعريف العلوم الإنسانية المقصود بيها واكتب ان العلمان قسموا منها واشوف انا بقيد انهي فريق طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض مشكلة قبلتنا في تطبيق الاستقراء في العلوم الانسانية هناك بعض الصعوبات التي واجهت الاستقراء لما جيت اطبع الاستقراء في العلوم الانسانية لقيت في صعوبات وقفة قدامي زي واحد الظاهرة الانسانية اكثر تشابكا واقل تكرارا وطبعا بيتعزر تحقيق الموضوعية وصعوبة الملاحظة واخيرا صعوبة استخدام الالفاظ الكمية تعالوا يمسيكم بقى بعض نقطة نقطة اول نقطة بنقول الظاهرة الانسانية اكثر تشابكا وتعقيدا من الظاهرة الطبيعية واختبع مثال مش انا ممكن اخش المعمل وامسك اي مادة كيميائية وافصل اجزاءها واقول المادة دي بتتكون من كذا وكذا وكذا زي العلماء لما مسكوا مثلا المية وقال ان المية دي بتتكون من اتش توقه يعني بتتكون من اتنين هيدروجين زائد واحد اكسوجين صحيح غلاقه وقال لي بقى فيه ربطة احادية وربطة صنقية الى اخرى نصبكو أخلا احادية يبنى في العلوم الطبيعية سهل اننا افصل العناصر سهل ان انا افصل العناصر ده في العلوم الطابعية اذا سعلا ينفع في العلوم الإنسانية افصل العناصر عن بعضها البعض بسال ن 여기까지 سعلا مثلا ينفع افصل 찾아 الاصدقاء على سلوك طفل معين ما ينفعن جدoa ليه سلوك الطفل ده سلوك أي إنسان فينا محصلة ليه أصرته أصدقائه تعليمه ثقافته مهنته بيئته إلى آخره ما نفعش تقول لي ده أصدقائه أصدروا عليه بنسبة 30% أصرته 20% معرفش إيه إيه لا 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 ما فيش الكلام ده في العلوم الإنسانية ليه بقولي أن العلوم الإنسانية أكثر تشابكا وتعقيدا من العلوم الطبيعية ده كمان إيه أنا في العلوم الطبيعية أقدر أتحكم بمعنى أنت ممكن تخش المعمل وتزود درجة الحرارة تقلل مركب كيميائي تزود مركب كيميائي إنما أنا فأثر الأصدقاء على سلوكك ما ينفعش أزود الأثر ده ونقص ما ينفعش يبقى أول نقطة بنقول الظاهرة الإنسانية أكثر تشابكا وتعقيدا من الظاهرة الطبيعية ليه ففرق كبير أن يدرس العالم أثر الحرارة عند تمدد المعدن وأثر الأصدقاء على سلوك طفل في الحالة الأولى يمكن التحكم في العوامل من حرارة وضغط هي العلوم الطبيعية في الحديد أما في الحالة الثانية فيصعب فصل أثر الأصدقاء وفصله عن العوامل الأخرى صعوبة تانية قبلتنا بنقول إن الظاهرة الإنسانية أقل تكرارا من الظاهرة الطبيعية طيب أقولك على سر الظاهرة الإنسانية أصلا لا تقبل التكرار يعني هي كلمة لا تقبل التكرار يعني ينفع عيد حرب من أول وجديد استحالة ينفع بعد مخالص سنوية عامة وجبت مثلا مادة معينة درجة مش عجبان ينفع عيد تاني سنة استحالة يبقى الظاهرة الإنسانية ما بتكررش صعب إن هي تكرر تاني إنما أنا هنخش المعمل هعيد التجربة بتاعتي مرة وثلاثة وعشر وعشرين عادي المشكلة صعب كدو ألا أه يبقى معنى كده إن الظاهرة الإنسانية أقل تكرارا من الظاهرة الطبيعية وإن كانت أصلا لا تقبل التكرار بس خلي بالك من حاجة في بعض العلوم يصعب التجريب عليها زي علم الفلك بمعنى ما ينفع يعني بنشوف مثلا العلم يقولون إيه في نيزك مثلا خبط كوكب معين أنا ما ينفعش أجرب العملية دي يبقى هناك بعض العلوم الطبيعية بيصعب التجريب فيها زي علم الفلك كده أخذنا كم صعوبة اتنين واحد الظاهرة الإنسانية أكتر تشابكا وتعقيدا اتنين الظاهرة الإنسانية أقل تكرارا ثالث صعوبة معنا بنقول إن بيتعذر تحقيق الموضوعية في العلوم الإنسانية صعب إن أنا أحقق الموضوعية عارف ليه؟ لأن الباحث بيتعامل مع أفراد ممكن يتأثر بمشاعرهم ممكن الأفراد يتأثر على الباحث في العلوم الإنسانية خاصتنا بقى إن الأفراد كل واحد ليه اتجاهات وكل واحد ليه وجهات نظر وكل واحد ليه رؤى مختلفة عن الآخر إنما في العلوم الطبيعية ما هي المشكلة؟ أنا أدرس نجم ومعين ليس أتأثر بمشاكل لا يوجد شيء يسمى هذا الكلام أديك مثال عارزة إيه؟ في طلبة مثلا في إنتحان السنوية عامة يعودوا في اللجنة عياتو أنت حبيبة عيات ليه؟ هو فاكر إن هو كده هيخلي مثلا يصعب على المرائب أو معرفش إيه؟ صعب إن هو كده يلعب على العواطف الملاحظ بتاعه صعب كده؟ يبقى معنى كده إيه؟ إن الباحث بيتعامل مع أفراد ليهم مشاعر وأهواء صعب كده أقول لك على حاجة أنا ضامن إن الراجل اللي وقف عليك في اللجنة مش يخليك تغش يبقى أنا كده ضامن موضعية الباحث صعب؟ ممكن مضمنش موضعية زميلك بمعنى ممكن زميلك مثلا أنت تصعب عليه يديك سؤال معرفش إيه كذا أو كذا أو كذا يبقى معنى كده بيتعذر تحقيق الموضعية ربي عنصر معنا بنقول إن صعوبة إخضاع الإنسان للملاحظة صعوبة إخضاع الإنسان للملاحظة أقول لك على حاجة تخيل كده أو تخيالي روحت البيت وبابا قال إيه؟ أنا هقعد النهاردة جنبك وأنت بتذاكر أو أنت بتذاكري يا ده إزاي يا بابا؟ مش عرف أذاكر؟ صحك أقول لأ إذا شعر الإنسان بأنه ملاحظ سوف يغير من سلوكه لو الإنسان حاس إن هو حد بيرقبه بيشاهده بيلحظه طلقا إي كانت لقيني غيرت سلوكي إنما أنا بدرس النجم اللي فوق دوت هيغير سلوكه إزاي؟ ما ينفعش يبقى صعوبة إخضاع الإنسان للملاحظة آخر صعوبة هنتكلم عليها وهي إن العلوم الإنسانية بتستخدم ألفاظ كيفية وليست كمية بمعنى أقول لك النهارة درجة الحرارة مثلا عشرين، تلاتين، أربعين بعبر عن الظواهر الطبيعية بقى أرقام وكميات ومقادير إنما ما ينفعش أقول لك مثلا أو أقول لك أنت عندك اثنين كيلو خير صحيح كده أقول لك في العلوم الإنسانية أنا ما بستخدمش أرقام، أنا بستخدم ألفاظ يبقى صعوبة استخدام الكميات، العلوم الإنسانية ما زالة بتستخدم ألفاظ حتى أديك مثال تاني، للتفكر كده في علم النفس قولنا إيه؟ ذكاء متوسط، ذكاء منخفض، ذكاء مرتفع، صحيح كده أقول لك؟ إن فعالات برضو منخفضة متوسطة يبقى العلوم الإنسانية بتستخدم ألفاظ وليس أرقام يبقى معنا كده إن في خمس صعوبات قبلوني عند تطبيق الاستقراء في العلوم الإنسانية واحد قلنا أن ظهر الإنسانية أكثر تشابقا وتعقيدا اثنين قلنا أن ظهر الإنسانية أقل تكرارا وكملت الجملة وقلت وإن كانت أصلا لا تقبل التقرار يتعذر تحقيق الموضوعية صعوبة إخضاع الإنسان للملاحظة وأخيرا قلنا أن العلوم الإنسانية بتستخدم ألفاظ كيفيا يقولي في الامتحان أذكروا اثنين من الصعوبات اللي بتواجه الاستقراء في العلوم الإنسانية أكتب أي اثنين عاجبني طبعا في الامتحان بالمناسبة لما يقولي قولي اثنين مكتبش اثنين بس لا أخليك كريم في الإجابة بتاعتي خليك كريمة أكتب اثنين وثلاثة واربعة وإيه المنع أن أكتب الخمسة أحيانا الطالب بيتلغبط يهكس يجيب شرحه جملة مع الجملة الثانية فلما بتكتب أكتب مع عنصر بتديني فرصة في الإجابة فرصة في التصيح ليه إن أنا أديك إجابة تحت صحة مثلا مكانت الجزئية الأولين أنت لغبطت فيها يبقى معنى كده إن أنا عندي خمس صعوبات قبلوني في الاستقراء لما جيت أطبقه في العلوم الإنسانية وممكن برضو في الامتحان سيغة تاني يقول لي إيه؟ يتعذر تحقيق الموضوعية في العلوم الإنسانية حل اللي عبارة يقول لي في الامتحان صحة وغلط مثلا العلوم الإنسانية تستخدم ألفاز كمية وطبعا نشوف وجودنا إذا كانت صحة أو الغلط ونكتب التعليد وبكلامنا عن الصعوبات تكون خلصك وزئيتنا نشوفكم في جزئية جديدة مع كيرو ده موسيقى